وذلك وزارة الدفاع الأمريكية عندهم قالوا يمكن أن تتعرض الأمم للهزائم العسكرية لكنها تقوم بإعادة بناء قوتها والاستمرار في المقاومة حتى تحقق الانتصارات لكن الشعوب التي تتعرض للهزائم النفسية تفقد ثقتها في نفسها وإدارة الحرب النفسية في وزارات الدفاع عموما اشتغلت على تطوير مواصفات الشائعة المؤثرة مش شائعة بس شائعة مؤثرة قعدوا في وزارة الدفاع الأمريكية كلام دا مش كلام الزهار الكلام دا مش كلام راغي كلام دا مش كلام بنملى هوى بيه القصة إنه عايزين في وزارة الدفاع الأمريكية وكل وزارة الدفاع عندهم إدارة الحرب النفسية بيحطوا مواصفة للشائعة لكي تكون مؤثرة أنا بضرب شائعة عشان أعمل إيه؟ عشان أستهدف جهة أستهدف حشد من الناس في جمهور مستهدف هدفي إن أنا أرفع معنوياته أو أقلل معنوياته أو أسمي بدنه أو أخليه مزاجه متعكر أنا هدفي إيه؟ فبيقولوا هناك مواصفات للشائعة لكي تكون مؤثرة حطوا هزمة من مواصفات الشائعة الناجحة والحقيقة مذكرة قدمتها إدارة الحرب النفسية في وزارة الدفاع الأمريكية سنة 1990 سنة 1990 حددت هذه الإدارة مواصفات الشائعة الناجحة فيما يلي ثمان مواصفات للشائعة الناجحة كلام ده يا جماعة مش كلام رغي بيتقال والله 1999 إدارة الحرب النفسية في وزارة الدفاع الأمريكية وضعت حزمة من الشروط والمواصفات حتى تكون الشائعة مؤثرة إيه هي بقى؟ واحد أن تكون الشائعة سهلة سهلة أن يتذكرها الجمهور حاجة سهلة عشان إيه؟ لما نسمع شائعة سهلة يعني حكاية بسيطة جداً أقدر أنقلها للآخرين فبيقولك أول حاجة أنت يكون من السهلة أن يتذكرها الجمهور المستهدف لأن هذا الجمهور يمكن أن يقوم بترويجها عن طريق الاتصال الشخص أسمع الشائعة من هنا سهلة بقى مش معقدة يعني مش بكالكعة أروح متصل بالتليفون سمعت كذا شفت كذا أروح أقعد مع الناس زميل أقولهم شفتوا يا جماعة كذا فتكون أول أول صفة تكون سهلة التذكرة سهلة التذكار سهلة التذكار ليه؟ عشان أقدر أنقلها بسهولة اتنين أن تكون الشائعة بسيطة وغير معقدة وتتضمن معلومة محددة ولا تشمل كثير من تفاصيل ما أنت بتقول شائعة أنت عايز الراجل بس حاجة كده سريعة يتذكرها يكون فيها معلومة محددة رقم معينة يقولك ده فيه كم واحد مات ده فيه كم مليون تسرق ده فيه كم فدان اتباع لازم يحط لك رقم أو معلومة محددة عشان لما تجي تنقل تفتكرها كويس وتبقى شكلها دقيقة يقولك ساعتاشر واحد مش عشرين خد بالك ده رقم تلاتة أن تتوافق الشائعة مع مصالح الجمهور وتشبع احتياجاته وتتم فيها مراعاة الظروف التي يمر بها الجمهور الجمهور مهتم بإذن الوقتي بفلسطين بغزة أبدأ حطوله حاجة فيها غزة المصريين أو مصر بتساعد اسرائيل في متفجرة تضرب الفلسطينيين يبقى الأمور كلها ماشية مع بعض ومركب اسمها كاثرين هي موجودة جزء من حقيقة أربعة أن تنجح في استغلال مشاعر الجمهور وعواطفه وتعمل على إثاراتها أوه بتكلم على إخواتنا الفلسطينيين فإثارة للمشاعر الوطنية خمسة أن تتناسب الشائعة مع السابق التاريخي يكون فيه شائعة قبل كده أربط عليها مش قلنا لكم مش قلنا يا جماعة هيبيعوا سينة مش قلنا يا جماعة هيهجروا مش قلنا أهو يربط الشائعة بالشائعة قديمة ستة أن تلبي الشائعة توقعات الجمهور الجمهور عايز أن احنا ناكل إسرائيل أكل فابدأ أقول له عشان ناكل إسرائيل أكل لازم نمنع مصر من نهاية الإسلاح لإسرائيل يبقى يركب الكتبة على الكتبة عشان تبقى شكلها متساوي من الأفضل أن تتم نسبة الشائعات إلى مصدر موطوق به يقول ده محطة كازل العالمية صحيفة كازل البريطانية الأمريكية فلان الفلان الباحث في معهد مش عارف إيه الدولي الأمريكي البريطاني يبقى أنسب الشائعة لمنظمة دولية أنسب الشائعة لموقع معين ما تقولش كده في الهواء أن يتم تجنب المبالغة في الصغة الشائعة ما تبليغش قوي تخلىها محدودة كده عشان ناس تصدقها ده وزارة الدفاع الأمريكية وقالت كمان أنه ابدأ اشتغل على جزء من الحقيقة طبعا استخدمت العقول اللي بتخطط للحرب النفسية الخبرات المتركبة من الحرب العالمية التانية في صنع الشائعات ونشرها داخل طفان من المعلومات التي تفشل أجهزة الدول المعادية في تحليلها وتقييمها والتمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة وهذا يؤدي إلى الارتباك والتوتر في صفوف الجيوش والشعوب وزيارة شعورها بالعجز ونهار خططها انترنت طبعا هو السبب لأن فيه ناس بتستخدمه صح وناس بتستخدمه غلط لكنه لا يمكن نقفل منافذ الانترنت ولا السوشال ميديا خلاص أنا لازم أدخل المعركة وأنا عارف أن الدول مش هقدر أفعلهم لازم أدخل المعركة وده موضوع كبير جدا ويستحق منا أن احنا نتكلم فيه في حلقات وحلقات وعلاقات لأنه ربما بننفق مليارات عشان نسلح جيشنا ونحافظ على حدودنا لكن هناك استباحة للعقل الجمعي المصري رأيناه وتبعناه ولن نخجل من قول الحقيقة أن هناك استباحة حقية وقدرة على احتلال جزء من العقل الجمعي المصري عن طريق الشائعات طيب اليونسكو منظمة اليونسكو عرفت الخبر الزائف قالت إيه؟ قالت الخبر الزائف بحسب منظمة اليونسكو ده معلومات مضللة أو كاذبة تنشر عمداً بهدف التأثير على الرأي العام وتغيير مصارات الأحداث وفقاً لهذه الدراسة اللي أجريها تسالة 2021 انتشار الأخبار الزائفة قد لكم النبي انتشار الأخبار الزائفة المكذوبة الشائعات بيسهم في تعزيز الانقسامات المجتمعية وزيادة التوترات بين المجتمعات طيب قالوا أهم الطرق اللي تؤدي إلى نمو الشائعة فبراكة الأحداث إنشاء قصص كاذبة قصص يعني مش من وحي الخيال اتلاعب بالصور الفيديوهات طبعاً احنا شايفيني كان دا عارفينه نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة الدراسة بقى الحقيقة المهمة جداً اللي قام بيها أحد أهم المعاهد التكنولوجية الأمريكية قال إن الأخبار الكاذبة تنتشر على شبكة التواصل الاجتماعي أسرع وأكبر من الأخبار الحقية وبفرق كبير الأكاذيب بتنتشر أسرع من الحقائق والشائعات بتنتشر أسرع وأكثر تأثيراً من الحقائق كنت بالك دا دا دي دراسات موجودة ومعمولة والناس بتنتبه إليها وإحنا مش منتبهين سينان أرال أستاذ في كلية سسلون الإدارة في معهد ماستوش للتكنولوجيا المؤلف المشارك في ورقة بحثية جديدة بتفصل النتائج بقول لقد وجدنا أن الكاذبة ينتشر بشكل أكبر وأسرع وأعمق وأوسع من الحقيقة في جميع فئات المعلومات وفي كثير من الحالات بفرق كبير ديب روي الأستاذ المساعدة